موسيقى صباح الخير عليكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا فيها حاجة حلوة حلقة النهاردة جاية من أيام جميلة جدا جدا علشان كده أنا اخترت أن في حلقة النهاردة يكون معي مجموعات حلوة أي نعم هي بعيدة عن بعضها شوية بس هناخد منها خبرات مختلفة هتنفعنا في الفترة بتاعت العيد اللي جاية الأول حب أقول لكل مشاهدين كل سنة أنتوا طيبين وده يخليني أرحب ديفي فضلة الشيخ كمال سرور أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وكل المشاهدين اللي هيكلمنا النهاردة عن فضل يوم عرفة وفضل الزكر في الأيام المباركة اللي احنا فيها الأول عايزة أعرف من حضرتك ليه يوم عرفة سمي بيوم عرفة استعاذة بالله من الشيطان وبسملة بالرحيم الرحمن وحمدا لله الواحد الديان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأعطران الأزهران الأنوران على سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين في كل وقت وآن وارضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعلي وعثمان رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عخدة من لساني يفقه قولي وبعد أستاذ صارة أتقدم لحضرتك والقناة بالشكر لهذه الاستضافة الكريمة وكل عام والمسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها بكل الخير أولا يوم عرفة ذكر أهل العلم له تسميات عدة أو أسباب عدة لتسميته بهذا الاسم منها أنهم قالوا أنه سمي بهذا الاسم لأن الناس يتعارفون على هذه البقعة المباركة من الأراضي المقدسة وهي بقعة عرفات أو عرفة كل الناس من جميع الأقطار ومن جميع الأمصار ومن جميع البلاد يأتون في هذا المؤتمر العالمي العظيم يتعارفون فيه وقيل أن سيدنا جبريل عليه السلام وهو كبير الملائكة كان يعرف سيدنا إبراهيم عليه السلام المناسك على هذه أو في هذه البقعة المباركة وقيل أيضا أن أبانا آدم عليه السلام لما هبط من الجنة تقابله وأمنا حواء على هذه البقعة المباركة فعرفها وعرفتها هذا ما ذكره أهل العلم في سبب تسمية عرفات بهذا الاسم طيب وفضل صيوم يوم عرفة يعني دايما نقول أنه اليوم دا نستنى من السنة للسنة زي ليلة الأدر تمام فضل الصيوم هو إيه؟ الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة نتعلم أنه فضل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بحبايا ومنن عظيمة وكريمة في هذا اليوم تعلمنا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيها أو لها الأعمال القليلة يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا ويحثنا على أعمال قليلة ليس فيها جهد وليس فيها مشقة وليس فيها تعب لكن فيها الأجر العظيم والأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى نضرب مثالا على هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله أي صام يوما ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى غير صيام الفريض وهو شهر رمضان من صام يوما في سبيل الله يعني نافلة من النوافل زي الاثنين والخميس زي ما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم الأيام القمرية من كل شهر عربي 13 و 14 و 15 و كثير من المسلمين من يفعلون هذا و يصومون من صام يوما من هذه الأيام في سبيل الله يعني يبتغي بهذا اليوم الثواب من الله سبحانه وتعالى باعد الله وجهه عن النار بهذا اليوم سبعين خريفا يعني ربنا سبحانه وتعالى يباعد بهذا اليوم بثواب هذا اليوم وجه هذا الرجل الذي صام سبعين سنة من النار لا يشم رائحة النار أبدا مدة سبعين سنة أما عن صيام يوم عرفة ذلك اليوم العظيم المشهود الذي يقف فيه الحجيج على هذه البقعة المباركة الطيبة التي طيبها الله تبارك وتعالى بأنفاس هؤلاء الحجيج الذين نزحوا من بلادهم القاصية وتحملوا مشاق الطريق وعناء السفر مطوثين بالبيت الحرام مرتوين برحيق زمزم المختوم ساعين بين الصفى والمروة محلقين رؤوسهم ومقصرين راجمين الشر كل الشر في إبليس اللعين الله تبارك وتعالى يباهي بهم ملائكته ويقول لملائكته والملائكة كما يعلم الجميع أنهم خلق من مخلوقات الله تبارك وتعالى خلقهم الله من النور لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله تبارك وتعالى يقول لملائكته انظروا إلى عبيدي أي إلى هؤلاء الحجيج جاءوني شعثا غبرا لماذا يا رب؟ قال يرجون رحمتي ويخافون عذابي انظروا حضرتك إلى هذه الجائزة العظيمة التي يقدمها الله تبارك وتعالى لهم يقولوا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم طب اللي مش فما قدرته بأنه يحج أو طبعا لزروف كورونا السنة دي والأوضاع هل هياخد نفس السواب هو في البيت؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كما قلت الحضرتك أن أمة محمد أمة الأعمال القليلة والأجور العظيمة ومن هنا ومن منبر برنامج فيها حاجة حلوة أزف بشرى جميلة وعظيمة لمن لم يستطع الحج أو لم يستوقفه الحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى الحرام هناك أعمال كثيرة تساوي الحج يعني ربنا سبحانه وتعالى فرض الحج على من؟ على المستطيع ماليا وبدنيا وجسمانيا الله تبارك وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هناك من الأعمال ما تعاد الحج لمن لم يستطع الحج ماليا وجسديا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في الصحيح من صلى الغداه يعني من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر الله سبحانه وتعالى في مصلاه الذي صلى فيه حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين إلا كتب الله له أجر حجه وعمره تامة 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 طيب حاجة تاني عايزة أسألها لحضرتك طبعا إحنا عارفين إن اللي بيصوم يوم عارفها ربنا بيغفر له سنة قادمة سنة ماضية وسنة مستقبل طيب ممكن حد يجي يقول مثلا أنا كنت عيان جدا جدا أو مريض في اليوم ده أو فتاة مثلا عندها أعزو الشرعية تمنعها عن الصيوم وكنت قولك كده ربنا مش متقبلني أو كده ربنا مش راضي عني عشان أنا ما نولتش شرف صيوم اليوم ده هل ده صحيح ولا ده الإجابة بتاعته أي هو الإنسان المسلم الذي يعتقد اعتقادا جازما فيما قدره الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره الله تبارك وتعالى لم يقدر له أن يصوم هذا اليوم لمرض أو لأي شيء يعذره عن الصيام الله تبارك وتعالى قدر لهذه المرأة عذرا شرعيا أباح الله تبارك وتعالى لها الإفطار حتى في رمضان بس رمضان عدة من أيام أخرى يعني بيتصوم أيام أخرى لكن الأيام دي ما بتتعوض هذه الأيام لا تعوض نعم لكن الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نرضى بقضائه ونرضى بقدره في هذه الأيام لأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر لنا والله عز وجل أزف لحضرتك بشرى أيضا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات يعني أنا نويت إن شاء الله إن أنا أصوم يوم عرفة لكن الله تبارك وتعالى لم يقدر لي هذا الصيام لأي شيء أو لأي عذر من الأعذار هب أني توفاني الله سبحانه وتعالى هب أني مرضت في هذا اليوم الله تبارك وتعالى كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني هذا الأجر بالنية فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكيحها فهجرته إلى ما هجر إليه طيب أسئلة بقى كتير جدا بتكلنا على البيجيو بتكلنا للبرنامج منها مثلا موضوع الأضحية هل ينفع استلف ثمن الأضحية عشان خاطر أضحي؟ وسؤال تاني هل ممكن دلوقتي الأضحية المفروض أنها بتتوزع التلت والتلت والتلت ففي ناس لما بتجي توزع تقول لك طب خلص نوزع الجزء اللي فيه دهون ونخلي الجزء الحلو قوي للقرايب والحبايب وكده وبدل مثلا منوزع كيلو لا خلي نص كيلو عشان أوزع أكتر رأي حضرتك إيه؟ الله سبحانه وتعالى لم يكلف عبده ما لا يطيق وهو الذي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال في آية أخرى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى فلا أعسر على نفسي كرجل مريض يريد أن يصلي واقفا وهو لا يستطيع لقوف يتعذر عليه الوقوف فيصلي وهو واقف ويتأزم الله سبحانه وتعالى يا أستاذ سارة حينما أراد منا أن نعبده فأراد منا أن نعبده في يسر وسهولة وفي رحابة صدر الله تبارك وتعالى لا يريد أن يعذبنا بعبادته يعني لماذا نستلف ونحمل نفسنا في أخرى؟ ما ينفعش أن نستلف أو نقترض أو نأخذ من أي حد عشان نجيب الأضحية طيب السؤال الثاني أوزع بقى مثلا نص كيلو بدلا ما كنت أوزع كيلو عشان أوزع على العدد أكبر ولا حضرتك شايف إيه؟ لا إحنا من المفترض أن نوزع على أكبر قدر من المساكين ومن المحتاجين ومن المرضى وإلى آخره لأن الله سبحانه وتعالى يعني يعلمنا أن إدخال السرور على قلوب المسلمين في هذا اليوم أو في هذه الأيام الطيبة المباركة ذات النفحات والتجليات من رب البريات من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أحب إلى الله؟ من هم أحب الناس إلى ربنا سبحانه وتعالى؟ قال أنفعهم للناس طيب سؤال ثاني دلوقتي فيه ناس كتير وتشتكر وتقول لك إحنا ما قلناش حاسين بالعيد مش حاسين بفرحة العيد على طول حاسين في جابو كآبة حتى لما العيد يجي منحس أنه زي يوم زي الأيام العادية العيد كما هو العيد لكن الإنسان الذي يريد أن يكتئب هو الإنسان الكئيب لابد أن ندخل الفرحة على أنفسنا في هذه الأيام الطيبة المباركة وأن نفرح أبناءنا وأبناء غيرنا من المساكين ومن اليتامة ومن الأرام الواوى إلى آخره لابد أن نفرح في هذا اليوم وأن نأكل فيه وأدأكل من أضحيتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام العيد أيام أكل وشرب نفرح فيها ولا نلقأ إلى الكآبة ولا إلى الشرور ولا إلى الآثام وهذه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف يا أستاذ سارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان له أدب جميل وأدب جم في يوم العيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إذ لا يمر على المقابر وهو آت إلى صلاة العيد حتى لا يشعر بالأموات أو حتى لا يشعر بحزن تجاه الأموات فهذا اليوم يوم فرح بعض الناس من المسلمين إلى الآن ولا حول ولا قوة إلا بلا حينما ينتهون من الصلاة أو حينما ينتهون من اللعب يذهبون إلى المقابر لماذا هذه الكآبة؟ سبحانه وتعالى يريدنا أن نفرح بهذه الأيام يريدنا أن نسعد بهذه الأيام يريد مننا أن نأكل ونشرب فيه هذه الأيام طيب سؤالين كمان جلنا السؤال طبعا حيك عرف أنه الزيارات دلوقتي بسبب كورونا قلت بس هي كانت حاجة أوعادة مستحبة في العيد ففي حد يقولك طب أنا دلوقتي المفروض أن أنا أصل رحمي وخصوصا في الأيام دي بس أنا لو في بيني وبينهم مشاكل أو مش قادر أن أنا أصفح عنهم أو مش قادر أن أنا أسامح إيه حضرتك تنسح بيه؟ لا أجد لهؤلاء إلا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي يحدثنا فيه عن هذا فيقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه رزقه ويغضق عليه من فضله الجزيل ومن عطائه الكريم ويحب أن يبسط الله تبارك وتعالى ويمد له في عمري فعليه أن يصل رحمه طيب وآخر سؤال بقى نختم بفكرتنا دلوقتي متصل بيقول أنه أنا عندي أختي عندها تلات بنات على وجه الزواج يعني هيتجوزوا وهي طبعا بتجهزهم فهي عليها ديون كتير جدا فهل الأحسن أني أطلع أضحية وأضحي بيها ولا أسدد أو أجهز بنات أختي والله في هذا السؤال الإجابة الشافية والكافية أن سطرة البنت أفضل وأعظم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى أفضل من الأضحية وأفضل من أن أتي بأي شيء عظيم آخر فيه نفقة أن أسرع في تجهيز هذه أو هؤلاء البنات حتى يسعدهن الله تبارك وتعالى بالزواج ويسطرهن سبحانه وتعالى مع أزواجهن أنا أشكر حضرتك جدا جدا يا فضلت الشيخ وأنا سعيدة جدا بلقاء حضرتك وإن شاء الله في لقاء قادم في فترة تانية نتكلم فيها عن فضل الذكر بشكل أكبر وأوسع وهنخرج فاصل ونرجع نكمل بقية فكراتنا استنونا كل سنة أنت طيبين وحضرتك ترجمة نانسي قنقر